حاجة مهما حاول الممثل وممثل شوريتهم يبقى مطقن ويمثل فيه ممثلين كثير قم يطلعوا يمثلوا علينا في الستوديو انه علاقتهم لطيفة جدا لان اتعيد البقى دول ما بيمثلوش انا هنا بكلب جد دول ما بيمثلوش دول اصحاب ده كان خدمك قد ايه في مكان التصوير طول الوقت يعني زي ما بقولك الفريق ده ان احنا يعني على مستوى التمثيل او حتى على مستوى الاقسام احنا فريق ده بدأ من قبيل بدأ من قبيل وزاد هنا وهيكمل الهارموني الصقة دي الصقة بيننا مسألة مهمة جدا بس اقول حاجة بس كريم فيها صرفة بشاء الله عليها يعني عظيمة هي ايه طبعا فيه صفات كثيرة جدا بس من اهمها في وضع العلاقات بيننا لا حتى لو في مشكلة بيننا بين ممثل وممثل مش حيبان في المشهد هو الى درجة ان لا الفكرة هتحميه بين احبايب وصحاب عشان عمل لا مشكلة جاوا الوكيشن كان لديه الحمد لله الحمد لله اصدقاء يعني لها لي علاقة بعلاقتنا الشخصية ببعض بس جوا الوكيشن كريم ممكن يبقى فيه 2 موصدين مش على فكرة ممكن الاصحاب يتخنقوا بالزبط كده يعني ممكن الاصحاب جد يتخنقوا حتى بينه ممكن انه هو انت نشد مع بعض واحنا اصحاب وبكرة هنبقى مستمعين احنا ممكن انه هو نشد مع بعض بسبب اختلاف فوجة نظر جوا بس هو بنا عدنا المشهد هو عنده القدرة والكفاءة والاحترافية ان ده ما يبانش خالص وده المهنة يعني هي دي الشهرانة أيو صحيح نبنى عفي الخين مع بعض ما ألمهم جدا أنا عايز أقابلكم سألتانه كريم قابلكم انا عارف انا عارفين بس هل انتوا مرتحين وهنا نرس الامينة على مستوى أمينة وعلى مستوىك وعلى مستوىك أنت حسن أنتوا دلوقتي بتقدموا جيل جديد ناجح للفن المصري آه بالضبط كبيرة قوي سألت منتج سألت منتج مش عبد الله بالفتوح سألت منتج تاني هتجد مشكره فعلا آه بالضبط آه بالضبط أي حاجة هقولها أنا عن عبد الله بالفتوح هتبقى مجروح لأنه هو أخ بالاختيار اختار واحد يبقى أخوك ويبقى حاجة تانية خالص بالنسبة لي وهو أنا متعود منه ومتوقع منه دايما أنه أي حاجة هيشتغلها هيشغلها بإتقار هيتقن اللي هو بيعملها بس أب نفس اللي قلته التركيبة دي ما تبقى على الورق معالجة 20 صفحة دي تخوف ناس كتيرة سواء أستاذ عبد الله أو محمد السيد هيتشتغل معاك وحيشتغل معاك وحياخد التفاصيل وجبر بقى وصد ناهد كل فريد عاما فعلا الجرأة لما قالوا يلا يعني بمناسبة جبر وجبر مدير تصوير قبيل اللي متعود على الكون أنك تيجي تقول له جبر احنا زينا بقى عادي ده على فكرة انا مش عايز الظلمة اللي كنا فيه لا بالعكس ده فعلا أول ما عدنا أول قعد أعرف كل اللي احنا عمناه قبل كده قلت له احنا مش هنعمل زي المرة دي فكرة أبني دي محاجة مرهقة مش عايز تصوير حاجة مرهقة جدا لمدير تصوير انه بتقول له غير تماما يعني احنا زي ما قلت لك بسهول ما مصد الجيل على فكرة انا قصد الجيل كله احنا احنا كمجتمع وكناس الواحد بيبقى الآن لحسن ما يجيش نجوم الجمدين قوي زي النجوم اللي احنا تربنا معاهم انه هيا وعيالنا وكده ما يبقاش عندهم نجمة نجمة حلوة وجميلة وفنانة حقيقية كبيرة وعيز زينا اللي احنا تربت معاهم زي اللي اهل يتربوا معاهم يعني انتوا عارفين انتوا بتعملوا انتوا عارفين انتوا انتوا بتمثلوا لنا والأجيال الأصغر مننا النجوم دول دلوقتي انت حسر كده ولا خايفة تحسيب كده حاسة زي 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 لا يعني ايه الصمت ده كله حاسة عشان مش عارفة مش عارفة مش عارفة ده سؤال كبير يعني هل احنا عارفين انتوا في الطريق ده امينة خليل بقت امينة خليل مش قولي ايه لا بالنسبالي ده هيبقى حلم وهفض هيفضل طول عمره حلم عشان يبقى دايما عندي حاجة انا بجري وراها ايه اللي بيتحقق و ايه اللي ما بيتحققش دي حاجة بتاعت ربنا انا بوصل لفين مش عارفة ايوة طبعا لازم اقف ابص على نفسي اكيد عشان اعرف انا وصل لفين ولازم اشتغل اكتر او هتقفر بس في الاخر هو يعني انا هفضل احلم ان انا بعمل انا بقولش ان انت وصلتوا لافضل شيء انا مش بقول ان انت وصلتوا لافضل شيء بس انا بقول ان انتوا بقيتوا رموز لجيل جديد الناس مؤمنة بموهبتهم الحمد لله صح الحمد لله